في شأن آخر شن الطائرات والتحالف العربي غارات جوية مكثفة على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء بعدما أطلق الحوثيون صاروخ أرض أرض نحو السعودية تم اعتراضها وعلنت مصادر من جماعة الحوثي أن قواتها أطلقت صاروخا من نوع سكود على قاعدة خالد بن عبد العزيز الجوية في خميس مشيط جنوبية السعودية قال تلك المصادر أن الصاروخ صاب الهدف لأن مرسلنا نقل عن مصادر محلية تأكيدها أنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره فوق جواء محافظة عمران اليمنية فدى شهود عيان بأن غارات التحالف استعدفت معسكر النهدين الذي يعتقد أنه مصدر إطلاق الصاروخ